تضيوق الخناق على معاقل الإنقلابيين هو هدف المعارك التي تتردد أصداؤها من الجوف إلى صنعاء وعبر هذه المسافة تتدافع الأحداث وتحتدم المواجهات وتقترب أكثر فأكثر من صنعاء المعقل الرئيس للمخلوع صالح ميليشيا الحوثي يتقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بخطة ثابتة على محاور عدة انطلقاً من مأرب والجوف وصولاً إلى فرضة نهم وحب سوفيان وفي الطريق تساقطت أهم المواقع الاستراتيجية والمعسكرات واندحرت فلول الإنقلابيين في أكثر من منطقة حتى هذه اللحظة أحكم الجيش الوطني سيطرته على معظم المناطق المحيطة بمفرق الجوف وهي منطقة التقاء ثلاث طرق رئيسية تصل صنعاء بكل من الجوف ومأرب وشبوى وحضر موت وسط توقعات بإمكانية تطهير المفرق في غضون الفترة القليلة المقبلة الجيش الوطني والمقاومة حقق تقدماً مهماً باتجاه فرضة نهم بمحافظة صنعاء واستعاد عدداً من السلاسل الجبلية وأصبح في محيط نقل الفرضة لتضاف إلى المناطق الاستراتيجية المهمة التي استعدها الجيش والمقاومة في هذه المنطقة المعارك تمضي قدماً باتجاه صنعاء من ناحية الجوف بعد التقدم الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة في سدباء والريحانة وصولاً إلى حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران طيران التحالف العربي شن سلسلة غارات وصفت بأنها تأتي في سياق تمهيد الأرضية للتقدم نحو الصنعاء من خلال التركيز على هداف عسكرية نوعية تتوزع على معظم المحاور التي تمضي فيها معركة تحرير العاصمة من مارب والجوف مروراً بريف صنعاء وعمران وتشمل أيضاً منصات الصواريخ البلستية المتحركة بالإضافة إلى الغارات المتواصلة التي تستهدف القاعدة الجوية ومعسكرات رئيسية في العاصمة أصطاء هذه المعارك تتردد في صنعاء ويعيش تفاصيلها مواطن العاصمة وسط ترقب حذر لمآلات هذه المعارك هل مستقبل أن يبدو مقلقاً للغاية مع وجود عصابة تراهن بكل شيء في هذا الوطن من أجل أن تبقى ممسكة بثلاليب الصوتة